المنتج متحد سعد يوضح موقفه من أزمات فيلم ميني بار لانا ما شفتش منه لكل خير وكل أخوة والراجل بينه وبينه صداقة وانتي عارفة الوسط بتاعنا بيبقى مليان قويل وإشعاعات وحاجات كتيرة قوي وبالشكل ده أصر المنتج متحد سعد أنه يبدأ كلامه معانا قبل ما نرجع ونتكلم في تفاصيل أزمة نضال الشافعي الصحية بعد ما تعرض لانفجار في القولون بسبب الانفعال خلال تصوير فيلم ميني بار وكان أصدر مكتبه الإعلامي بيان ألفي بسبب عدم تنفيذ المنتج للوعود اللي أقر بيها اتثبت ده بحدوث انفجار في القولون ودخول المستشفى بشكل عاجل واخضوع الإجراحة عاجلة احتاجت أربع ساعات ويذكر أن المنتج متحد سعد كان توقف عن استكمال الفيلم من 2018 الكواليس الداخلية محدش يعرفها إلا أنا والأستاذ نضال والناس المغربين لنا قوي إحنا ما كانش فيه أي شيء بيننا وبين نضال نضال ماشي عندي من اللوكيشن زي الفل هو ورجالته كوافير والمكير وكل الناس بتوعه وصلوا اللوكيشن التاني حصل ده وده ده أقدار من عند ربنا واللي أنا عرفه إن كان نضال بيشتكي من الكلام ده قبل كده من فترة من شهرين وكان تعبان شوي ممكن يكون الضغوط النفسية أو العصبية زادت من الشغل من الحاجات دي وبعدين أنا اللي كان بيني وبين نضال ده كواليس خاصة بالصحة أضطر أقولها عشان أنا حاسس إن أنا مظلوم ونيضال طبعاً كان ليه عندي دفعة وأنا كنت موعده في اللوكيشن التاني أروح له سمعنا الخبر إنه هو تعبان ده الموضوع وأنا بتطمن عليه ورحت له المستشفى وبتطمن عليه برضو من خلال الدكتور أشرف والحمد لله أي أمور مادية يعني اللي ربنا يقدرنا عليه إحنا بنعمله ومش ممكن تمر أزمة زي دي من غير تدخل نقيب المهنة التمثيلية أشرف زكي اللي وقف مع الطرفين وعبد رأيه خلال اتصال هاتفي ضمن برنامج حضرة المواطن بص السيد بص خلينا بقى صريحة محاولك أنا طبعاً معرفش نتيجة الخلافة أو لا لكن في نهاية ده قدر يعني يعني الحاجات دي كلها قدر لكن هو نضال عنده مشكلة في تلبه وهو أكلمني وقال لي على المشكلة وإحنا في النقاضة يعني بنسعد بجهد جهيد يعني إن إحنا نحلها أنا ما فيش عندي أزمة في أي شيء أنا الدكتور أشرف كلمني على أساس قال لي إنه نضال تعبان قال لي يا متحة لازم تروح تزوره وطوله طبعاً ده الواجب بتاعنا اللي لازم أروح أزور أو بتاعه أما للحاجات اللي انتم تسمعوها إشعاعات كتيرة انتي عارفة فيه ناس كتيرة عاوزة تعمل شو فيه ناس غيتها من الفنانين تتصور عشان تنزل على الإستجرام وعلى الفيس وعلى اليوتيوب وعلى ما عرفش إيه عشان تعمل الشو أنا اللي بني وبين الراجل كل أدب واحترام وأخلاق والراجل ألف سلام عليه ويرجع لبيته وأسرته بخير أنا مفيش أي شيء الشغلانة مفيش عداء الشغلانة ما يحصل فيها أي اختلاف أنا ممكن أختلف أنا وأنتي في الرأي بس هتتحل أنا كده كده حضرتك ليكي عندي فلوس وأنا ليه عندك شو أنت بتاكدي فلوسك وأنا باخد شو وبعد شفاء نضال هل هيستكمل تصوير ما شاهده في الفيلم؟ إحنا الحمد لله كله تمام ولو الأستاذ نضال بعد ما يقوم بالسلامة يرجع يرأى يكمل فيلمه لأن ده فيلمه قبل ما يبقى فيلمي أما أي حاجة مادية كل حاجة بتتحلق وما فيش حاجة صعبة أنا مش هقول رد إلا رد واحد عندكم الأستاذ صلاح عبد الله شوفوا بيحبني إزاي وبيشكر فيي إزاي وأن الراجل خاد حقوقه المادية إزاي وكل شيء أنا ما عنديش حد ما بياخدش حقوق مادية إزاي؟ إحنا هنشتغل إزاي؟ طب الناس الممثلين نزلت ليا أستاذين شيء حضراتك أنت ما بتقبضيش هتنزلي شغلك بس السؤال مرضود عنه بس وبرضو معاكل أستاذ صلاح لو أستاذ صلاح طلع أي كلمة قال أي شيء هو كلامه معتمد عني وبالشكل ده خاتم متحد سعد الجدل حوالي الموضوع النضال الشفعي بالنسبة لي لآخر مرة هقولها للصحافة أو لأي حد أنا ونضال إحنا إخوات والراجل ليه احترام عندي وليه تقدير عندي كبير وأنا أتمنى أن أنا أكون هذا عنه ولو اختلف الرأي أنا بقولها على أعلى نمطه مش مقصودة وكمان من فترة بتنتشر أخبار عن خلاف بين منا فضالي ومتحد سعد على خلفية أمور مادية والله بالنسبة للمنا ده خلاف بيبقى موجود في أي لوكات في تأخرات في موعيد الأستاذ بتاخدها من المخرج المنفذ فيه اختلافات اللي اختلافات ساعتها بتصب على المنتج بيبقى فيه اختلافات من الإنتاج ومن الإخراج موعيد والتزامات وهي عندها شغل في حتة تانية وبتاع لكن إحنا قبل ما نبني الديكور بلغنا كل الفنانين إن إحنا أربع تيام في عرف الشغلانة يا أستاذة إنجي إن الديكور ليه الأولوية وده كل الناس عرفاها أما لو حصل حاجة والأستاذة كان عندها شغل ورحته ورجعته وكلام من ده من هنا حصل الخلاف لكن إحنا ما فيش خلاف ما بين أي حد ولو عندنا خلاف كنا تزهر وقال البعض إن حصل خلاف بين مدحة ساعدة والميك أب أرتست الخاص بمنا بسبب عدم إيطاؤه وكامل أجره يعني هل أنا أبص الماكير يا فاندون؟ طب خلاص طب هل الماكير ده اشتغلت الأستاذة معنا أربع تيام معا ما يثبت إن إحنا ما دنالوش حقوقه بس أنا ما ديش جاعه بقى حصل أنا ما أكلتش بريك حصل ما أجاب ليش أكل حصل ما فيش بريك طب ما فيه أعمال كتيرة بيحصل أكتر من الحاجات دي وساعات ما بيخش لهاش كمان البريك بيجيبوا الأكل على حسابنا هو اللي يمشي في الشغلانة بنظافة وبشياك بيحصل في الآخر إشعات عندي هو ده بقى اللي دا طب أنا أكمل إذن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر